الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا في أجمل صورة جعل مننا الأبيض والأصمر وما جعلش التمييز بيننا بالشكل ولا باللون ولكن جعلوا بالتقوى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن أكرمكم عند الله أطقاكم فليه نلجأ لوضع المكياج؟ كمان بنشوف كتير من السيدات بتضع المكياج أثناء الصيام ومش عارفة إنها كده بتنقص سواب صيامها لأن وضع المكياج ليه حالتيب؟ الحل الأولى إنك تكوني وضع المكياج في البيت عشان تزيني الزوجك وده لازم تبادع عنه أثناء الصيام لأنه ممكن يكون سبب في إصارة ورغبة الزوج في المعاشرة الزوجية وطبعا ده محرم في نهار رمضان والحالة التانية إنك تكوني حتى المكياج خارج البيت وعايز أقولك إن ده ممنوع لأن الخروج من غير زينه واجب في رمضان وفي غيره من الشهور عشان ما تلفتش الأنظار ليكي كمان وضع المكياج بيتنافى مع الوقار والسكينة والخشوع اللي مفروض يكون عليه الصائم تعالي شوفي سيدنا جبر بن عبد الله وهو بيقول لنا وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فترك سواء كمان عايز أقولك حاجة أنت لو وضعت مكياج صيامك صحيح لكن سواب الصيام نقص ولازم تاخد بالك وانت بتضع المكياج عشان لو دخل منه شيء للجوف هيكون سبب في فساد صيامك وربنا يتقبل منه صيام وصالح الأعمال